موسيقى مساء الخير أهلا وسهلا بحلقة جديدة من برنامج المشهد على البي بي سي والمشهد الليلة يستضيف السياسي والناشط الحقوقي الكردي العراقي بغتيار أمين مساء الخير بغتيار أمين كان وزير حقوق الإنسان في حكومة إياد علاوي في العراق الوزير الثاني لهذه الحقيبة بعد سقوط نظام صدام حسين معه سنتحدث عن مشاهد كثيرة الأهم هو المشهد مع دانيال ميتغان عندما زارت حلبجة المشزرة الشهيرة التي قام بها صدام حسين ضد الأكراد معه سنتكلم أيضا عن حقوق الإنسان في هذه الحكومة وبعد المشاهد مع شخصيات لسيما ساكاروف وجلال طلباني وغيرهم بغتيار أمين وقتما نحكي عن حقوق إنسان في المنطقة دائما حتى في المنظمات الدولية الناس تتحدث عن بغتيار أمين وصعب أن الواحد يكون متواخذني بكل ما حصل فيما بعد بعد نظام صدام حسين وأن نقول أن هناك شخص يريد الحقوق الإنسان في هذه المنطقة على الأقل هذا أمل أنا أريد أن أبدأ معك بموضوع حلبجة أنت كنت في الخارج أستطيع أن أقول أنك كنت بأواخر السبعينات في السويد وكنت تعمل في دائرة الهجرة واللاجئين ثم انتقلت إلى فرنسا سنة 88 أنت تخرجت من جامعة السوربون ماجستير في العلاقات الدولية وفيما بعد داء في الجغرافية السياسية داء أو الدكتورة كيف قدرت شبط دانيال ميتيران كيف سطعت أن تقنع دانيال ميتيران وأن تذهب بوفد كبير إلى حلبجة شكرا جزيلا للاستضافة جزيل حقيقة أنا قمت بإضراب عن الطعام أمام يونسكو فأجت دانيال ميتيران زارني كما الآخرين كوشنر وسياسيين وغيرهم هذه الأيام كانت أيام صعبة المنظمات الطبية الفرنسية ميتسان دوموند وإيد ميديكال انترناسونال جابوا لنا خيمة فحطينا خيمتنا أربعة أكراد بعدين توسعت إلى مئات اللي دخلوا بالإضراب عن الطعام ونظمنا من تحت الخيمة أسبوعيا مظاهرتين فاستمرت الإضراب مدة 37 يوم 37 يوم إضراب عن الطعام إضراب عن الطعام لم تدخل المستشفى أبدا دخلت المستشفى وفقدت 19 كيلو ياريت لو أفقدها اليوم دور البلد المجتمع الدولي كاملة كانت ساكتة عن جرائم نظام صدام حسين هذه الأوقات فما كنا نقدر بأن ننشر حتى صور حلبتشة في التلفزيونات كان معاي فيديو وأعطيت لأكثر من قناة تلفزيونية في فرنسا الكل رفضوا بأن ينشروها في بداية الأمر كانت في علاقات متينة مع نظام صدام حسين وكانت قلعة اللوبي للحكومة العراقية فقدرنا بهالنشاطات بأن نكسر اللوبي الصدامي في باريس كان على سبيل المثال أقل شيء 6000 شخص كانوا يوقفون أمام السفارة العراقية في حفلاتها وفي برامجها المختلفة كان عندهم علاقات متينة يعني مع كافة القوى السياسية فإحنا قدرنا بأن حقيقة نغير الأوضاع ومن تحت هذه الخيمة نظمنا كمان احتلالات يعني لساكري كور لنوتردام لبومبيدو لأيفل تاور وقوس النصر حتى يسمع الناس عنكم وكان نشاطاتنا نشاطاتنا النشاطات السلمية في إطار القانون لكن القانون ما كانت دائما معنا حتى أخذ إجازات لنشاطاتنا كمظاهرات كإضرابات إلى آخره كنا نكون بها عن طريق منظمة حقوق المنسان الفرنسية أو الفدرالية العالمية بس من ساعتكم للوصول إلى دانيال ميتران دانيال ميتران اجت زارني اجت واحدة بدون أي مفاوضات كانت تعرفك اجت يعني عبرت عن التعاطف معنا وبعدين صارت لقاءات وراها بمناسبة أربعينية إعلان العالمي لحقوق الإنسان فالتقينا بيونيسكو واقترحت عليها زيارة الأولى لإلها بأن تزور اللاجئين الكرد العراقيين في تركيا كان عندنا بحدود 60 ألف لاجئ من المناطق الحدودية في محافظة دوهوك منطقة برواري بالا زاقو فكانوا في معسكرات فإحدى المخيمات اسمها مخيم ماردين بمدينة ماردين المخابرات العراقية مع المخابرات التركية ومع بعض العملاء تبعهم فقدروا بأن يسمموا اللاجئين ففوق ألفين لاجئ كان في حالة صعبة فطلبت منها الزيارة الهناك فراحت زارت وكان عندها صدى كبير عن أوضاع الكرد بشكل عام وطلبت منها بأن بلكي بمناسبة مرور 200 سنة على الثورة الفرنسية بأن نجيب أقل شفة ألف لاجئ من هدول اللاجئين يكونوا عندنا شهود على جرائم هذا النظام واستعمال الأسلحة الكيميائية فنقدر بأن نبرز القضية فجابت بحدود ألف لاجئ أصبحت قضيتها القضية الكردية لدانييل ميتيران نعم وجبت ألف لاجئ بالمجسمة بي سانتونير يعني المئوية الثانية للثورة الفرنسية فيه يعني أنا أذكر صور من حلبجة ودانييل ميتيران في موكب السيارة نحن شفنا خراب وكان الناس راجعين يعني ونحن ساعدنا وأنا بقيت فترة طويلة في حلبجة يعني لأسابيع وجبنا ب136 شاحنة عن طريق تركيا وحتى سواق الشاحنات أكراد تركيا مقبلوا بأن يأخذوا أي حق لنقل البضاعة لحلبجة وغيرها من الأماكن فساعدنا في إعادة بناء حلبجة وصلحنا بحدود 11 مدرسة وعطينا لمدة تقريبا سنة معاشات المعلمين في أبنية متروكة خربانة مدمرة تحت الثلج والبرد الطلاب والمعلمين يعني يداومون وحاولنا بأن نزل اللاجئين اللي كانوا في المناطق الحدودية بين عراق وإيران وبين عراق وتركيا لكن عددهم قديش تقريبا فوق المثال بالملايين كانت النزوح كانت يعني من فوق مليون وصلوا إلى إيران سنة 91 وتركيا وبعدين أكثر من مليونين كانوا لاجئين بس على مناطق القريبة من الحدود يعني ندى نقول نازحين هم كانوا فحاولنا عن طريق مساعدات الإنسانية وغيرها ماذا قالت تانيال متيران عندما يعني أولا زارت اللاجئين وثانيا أول زيارتها كانت بوقت قمع الانتفاضة ب91 فرحنا 30 صحفي معنا من الإعلام العالمي وطيارتين كارغو مواد غزائية و13 شاحنة من المواد فجبناها لإيران فطبيعي تفق الرئيس فرانسوا بيتران مع الجانب الإيراني بأن يتساهل معهم بعض الأمور فهم قبلوا بالزيارة فرحنا عن طريق إيران وزرنا القيادات الكردية والنازحين واللاجئين النازحين الطرف الآخر من الحدود رحنا للمناطق حاج عمران فكانت يوميا مئات الناس تموت من البرد ومن الجوع والناس مرعوبين بسبب استعمال نظام الصدام بالأسلحة الكيميائية سابقا بين سنوات 86 إلى 88 89 فستعملت الأسلحة ضد كرد العراق وستعملت ضد كرد إيران بنفس الوقت فالناس كانوا مرعوبين فصارت نزوح جماعي هذه الأيام كانت تعتبر أكبر نزوح في العالم للاجئين وراء حرب العالمية الثانية اليوم الحالة السورية نستطيع أن نقول أنه زادت المقياس الذي كان ممكن أن ينحكه هل وعدتكم أنه ستبقى حتى النهاية مع الأكراد؟ نعم إلى أن توفى الله يرحمها وأنا رحت لدفن وزرتهم تعرف ماذا أعطى فرانسوامي تيران للقيادة الإيرانية لأن يسهل لكم الزيارة من الحدود الإيرانية؟ لا أعرف التفاصيل ولكن كانت تسهيلات بسيطة فهو حقيقة ساعدنا بأن تعرفين السيدة الأولى لدولة عضوة في مجلس الأمن كفرنسا بأن تزور بشكل غير رسمي قانوني يعني تعتبر غير قانوني لأننا مداخلين عن طريق بغداد وعن طرق الرسمية هذه كانت نوع من التحدي بنفس الوقت فرحنا زرنا يعني وهو كان متابع كل خطوة يعني في زيارتنا وبالرجعة على سبيل المثال فتيات ونساء كرديات لاجئين كانت ربيع ففترة بروز نرجس في المناطق الجبلية فعطوها باقة من وردة نرجس وكانت بيتها كل الوقت فلما رجعنا ركبنا الهليكوبتر أحد المسؤولين الإيرانيين اللي كانوا معنا أعلق قال مدام تشوفين بأن الوردة الكردية كيف تبذل بسرعة فهي كانت سريعة الإجابة فقالت ما راح أغيرها وأبدلها مع كل ورود الدنيا باععي الورد في باريس حلو كتير مغتير يعني هذا الرجل اللي أنت عملت ضده إضراب عن الطعام يعني حياتك كني ضليل الطويل اللي كانت ضد صدام حسين أنت شفت صدام حسين في السج كنت وزير في مكان ما بمقابلة بتقول هو يجلس في حديقة السجن يقرأ القرآن يسمح له بكتابة الرسائل وتلقيها من العائلة المقربة أنا بدي مجهد مع صدام حسين يعني أول مرة ترى هذا الرجل اللي تعتبر أنه مسؤول عن يعني هذا النزوح وهذا القتل وهذه المذاب إحكام الطعام جرائم هذا النظام وهذا الشخص كان أمام عائمي لما زرقه وما كانت حاببا أن أزوره حقيقة ما أحب أن أشوف ناس ذليلين في حياتهم حتى إذا عدوي كان زهيل كيف كان يعني هو كان في غرفة بسيطة ثلاثة بأربع عمتار عنده كرسي بلاستيك وطاولة بلاستيك وعنده قرآن على طاولة ولابس دجداشة وما شفت يعني أي شيء يعني بالتعامل حسب ما قالوا لي غريب أنا الزيارتي كانت حتى أتأكد من وضع السجون والسجناء في العراق فزرت اللي كان في يد الأمريكيين نعم فأنا زرت كل السجون حقيقة وكنت أريد بأن سجوننا تدار وفق مبادئ حقوق الإنسان وكان صاير أبو غريب قبل قبل ما ناقد الوزارة شيء كان مقزز وجريمة بشعة فأنا يعني عبرت عن إدانتي واستنكاري لهذه الجريمة وغيرها من الجرائم اللي صارت في انتهاكات حقوق الإنسان من يكون يقوم بجرائم حقوق الإنسان أنا ما أقبلوا أدينا يعني كان بوقتها كل أسبوعين يزور طبيب نفساني بما فيهم صدام ويوميا كان في عدهم زيارات لأطباء والأكل حسب المعايير اللي موجودة للسجناء كانت أكلهم يعني ممتاز شو صار حديث مينك ومينه فما صار حديث أنا ما كنت أريد أي حديث معه هو؟ لم يتحدث معك أبدا؟ نهائيا أنا ما أعطيت أي فرصة لا بالحديث بيني ولا بينه لأن كانت ما كانت متأكد من نفسي إذا أقدر أتحمل يعني بأن الحديث معه وبعدين مشرفت بأن داعي أنا مش الجهة التحقيقية مع هذا الرجل أو غيرهم من الناس يعني في محكمة جنايات العليا تتحقق بأمورهم وقالي لهم شو جرائمهم وليش يعني هما بسجل فطلعتي شفت حدا بأني يصرخ بأختيار سيد الوزير سيد الوزير فكان تقربت شفت كان برزان أخوه وبصفه كان طارق عزيز وغيرهم من علي كيمياوي فاللي كيمياوي وبرزان كانوا بصف البعض غرفتهم فقال أنا شو عمل قلت موجهين لك التهمة لما كنت رئيس المخابرات شو جرائمك فالأمر عد المحكمة قال أنا كنت معارض ويعرف السيد الطالباني والسيد البرزاني ويعرف الدكتور أياد علاوي وإلى آخره برزاني يقول أنا مش علي علي حسن مجيد هو قال والله معروفة يعني علاقاتكم العائلية بأن فيها بعض الإشكاليات ولكن علي كيمياوي عنده تهم وموجه لأله وأنا ما أدخل بهذه الأمور أنا جاي لأمور تحقيقية بعوضاع السجناء وإذا في شيء حدا بأن يريد بأن يخبرني فأسمعه فإحنا مش مثل نظامكم نريد بأن يعني تدار السجون وفق مبادئ حقوق الإنسان هاي اللي كنت أتمنى وكنت أتمنى بأن تستمر السجون بهالشكل مع الأسف ما استمرت بهالشكل في العراق يعني في ناس بقوله أنا كنت أقول في زمن نظام صدام حسين عراق متحف من الجرائم واليوم ماذا تقول اليوم أقول بأن هذا المتحف توسعت في العراق وفي المنطقة مع الأسف يعني اقترف اقترف فيها كثير من الجرائم وتقدرين تزيدين يعني إحصائيات على كافة مجالات في مجال حقوق الإنسان فيها انتهاكات هائلة كنت أتمنى بأن العراق الجديد يكون نموذج خالي من هالانتهاكات ولكن لا الإرهاب خلق ولا أخطأنا إحنا أعطانا يعني ما أعطانا فرصة بأن نحقق حلمنا شو كان الخطأكم الأساسي بحكومة عياد علاوي فترة حكومة عياد علاوي كانت قصيرة كانت الخطأ الأكبر كانت بأن ما اشتغلوا على من وجهة نظري على بقاء الحكومة لفترة أطول حتى نقدر بأن نبني مؤسسات دخلنا ببرنامج اللي كانت خارطة الطريق والجدول الزمني للسفير بريمر اللي جايب معاه ووافق عليه ناس من مجلس الحكوم كمال اللي فيها انتخابين على مستوى الوطني انتخاب على مستوى المحلي والرفرندوم استفتاع على الدستور أربع شغلات خلال سنة وإحنا كل مؤسساتنا قاعدة في العراق وحدودنا مفتوحة مع جيراننا وما خايفين بأن احنا اجت كل هال أمريكان والقوات المتعددة الجنسية فهي تهديد لأمنهم الوطني كان هيك تحس إيران وهيك تحس سوريا عقل شي سعي هل نحكي عن مشاهد خلال وزارتك خلال وزارتك طبعا تسجن سجن أبو غريب كان أساسي لجعل يعني السجون بيد العراقيين وليس بيد الأمريكيين ويقال أنك أطلقت صراح العديد الألاف من السجناء ولكن أيضا اكتشفت مقابر جماعية عندما أنت كنت وزير لحقوق الإنساني اكتشفنا احنا بحدود 289 مقابر مقابر جماعية كنت أذهب إلى نعم كنت أزور مقابر جماعية وفتحنا أكثر من مقبرة واستعملت هالأمور في المحكمة الجنائية العليا عن التهمة التي كانت موجهة بقمع الانتفاضة في سنة 91 مثل حلبجة أنفال كانوا كلهم عراقيين اللي اكتشفتوهم بالمقابر الجماعية كلهم عراقيين كلهم عراقيين ما كان في ناس إيرانيين مثلا لا في مقابر جماعية اللي احنا حددنا مواقعهم بمحافظة بصرة وعلى مناطق شط العرب في جثث في مناطق فيها ألغام لحد الآن ومع الاسف الألغام مشكلة كبيرة في العراق 25% من ألغام العالم موجودة في العراق 15% في مناطق كرمستان العراق اللي قتل أكثر من 10 ألاف شخص لحد الآن الألغام ونجرح فيها كثير من الناس فهذه الموجودة أنت كنت قريب جدا من مع الرئيس جلال طلبان يعني الله يقدم له الصحة الله يعطيه الصحة في بشهد من جلال طلبان تحب تلنا عنه في مشاهد كثيرة مع سيد الرئيس جلال طلباني مادي شيء مع سيد الرئيس جلال طلباني كان يدرس اللغة الفرنسية في ليون مدينة ليون فرحنا زيارة لمنطقة فرانسوار ميتران قرية ومقبرة اللي كان مدفون فيه فرابع أن يجيب خوري كان ممثل رجل دين مسيحي من كردستان في فاتيكان نحن نسميها الأب يوسف بري فقال حاببين أجيبك ما عليش إذا تحب مع أنه هو شخص علماني وذولا اشتراكين الفرنسيين بالذات يعني مش كثير يعني مش كثير مؤمنين يعني ما عليش إجيب أي عداته تقاليدنا فالمير تبع العمدة تبع القرية من منطقة قال والله أنا عندي بمسحة لما سمع الرجل الدين قرى شيء من الأنجيل فقال أنا أعزمه ما دم هو ممثل تبعكم بفاتيكان بل كي يحاول يعمل لنا واسطة قد البابا الواسطة بسيطة قال أم المسيحيين يعني يشربون النبي في أيام الأحد في أيام القدس نعم القدس فإحنا نقدر نعمل بدل كونياك بدل النبي نعمل كونياك نعمل كونياك أحمر فعمل واسطة يعني ممكن يعمل للرئيس طلاطان لمفاوضات بهذا الموضوع كنت عم بتقول لي أنه قالك التقيد ساكاروف نعم كيف التقيد ساكاروف ساكاروف حائز على جائزة نوبل السلام فيزيائي وأب النووي السوفيتي فساكاروف أنا كنت قاري عنه بأن سنة 74 لما الميك والسخوي العراقي كان يضرب المناطق الكردية بنابالم وبأسلحة ممنوعة فهو كان الصوت الوحيد من المنظومة الاشتراكية بأن انتقد سياسة السوفيت بدعمها لنظام البعثي في العراق فشكرته لما التقيت فيه بالمجلس الوطني البرلمان الفرنسي كان فابيوس لوران فابيوس كان رئيس المجلس الوطني هذه الأيام فعام العزيمة فكانت معزوم مناسبة حقوق الإنسان سنوية حقوق الإنسان فكان ساكاروف على طاولة فرانسوا ميتران و بيريس ديكولار وعازمين لأول مرة سجينين طالعين من بلدهم هو ساخاروف وليغ فاليسا فقربت من السيد ساخاروف و قدمت تحية واحترام و طلعنا جاي من كردستان جاي أنا من كردستان وصير هيك فينا سابقا وانت كنت صوت يعني الحق ونشكرك لصوتك قال انت شاب كيف تتذكر قالت الضحايا عادة يعرفون من أيام المحنة يوقف معاهم صحيح فحكيت له عن أوضاعنا وكان توا صير حلبتشا ومجزرة حلبتشا وأنفال فحكيت عن هالأشياء وطلبت منه بأن يتحدث بدنا حدا بأن اليوم اليوم احنا في وضع سيئ جدا ومن أحلك أيامنا ودارك دايس للشعب الكردي فنريد أصدقائنا بأن يكسروا الصمت الدولي اللي موجود اللي قاتل لإلنا حدا ما بيحكي فينا لا الأمم المتحدة ولا المؤسسات الإقليمية لا في أوروبا في منطقتنا خفاد مرة حدا يعني قليلين جدا كانوا اللي طلعوا أصواتهم أصوات الحق ونشكرهم يعني بدون شك بس كمجتمعات ما شفنا أي تضامن حقيقي بشوارع العواصم العربية أو مؤسسات أو نعم صحيح فهذه الأيام نظام صدام كان مدلة للكل يعني مدلة من الشرق إلى الغرب من الشمال إلى الجنوب فهو حقيقة حكى للإعلام أو أدان ما صار بالكرد ومجزرة حلبتشا وبعدين صار فرصة أخرى بأن التقيت فيه وعزمت بأن يجي إلى المؤتمر الدول الذي سوينا لك لا يمكن تأمين عام المعهد الكردي في باريس كان مؤسسة مهمة للكرد والسفارة الوحيدة في أوروبا كان عندنا في مجال الدبلوماسية والثقافة وغيرها من الشؤون وقدم كثير هذه المعهد حقيقة فقمنا بهالمؤتمر في قاعة المؤتمرات الدولية في باريس هو خبرني بليون التقيت فيه وزوجت وقال أنا ممكن بأن أموت فتعبان بس إذا ما قدرت أكتب من هسا أكتب رسالة خلي إلينا زوجتي بأن هي تجيب ها لازم تشارك في المؤتمر فوراها بفترة قصيرة توفى الله يرحمه وأتت زوجته ألقت رسالته أجت وشاركت وألقت رسالتها ومرة ثانية التقيت بزوجته أو حتى بابن ساخروف وبنته في أمريكا فأجت كان في إضراب عن الطعام دعماً لنواب الكرد اللي كانوا في سجون تركيا ليلى زانا وأحمد ترك وغيرهم فإجت تضامنت كان أمام كونغرس الأمريكي وطلبت منها بأن توا البرلمان الأوروبي خصصوا جائزة لحقوق الإنسان باسم أندري ساخروف فهل ممكن بأن بداية الجائزة تروح لشخصية كردية مثل ليلى زانا اللي حكت في البرلمان التركي بقسمها كانت باللغة الكردية وحطوها 15 سنة بالسجن وكانت صغيرة السن عندما سجنت ليلى زانا على ما أعتقد كانت صغيرة صغيرة السن صغيرة السجن وزوجها كانت قبل ليلى كانت بالسجن مدير بلدية ديار بكر قضى 13 سنة في السجن وعذبوا أبشأ وحازت على جائزة ساكاروف من البرلمان الأوروبي نعم ليلى زانا أعطوها جائزة ساكاروف أنا بهذا المشهد أريد أن أهي هذه الحلقة مع بغتير أمين وزير حقوق الإنسان في العراق في حكومة إياد علاوي وناشط حقوق ولي حقوق الإنسان في العالم شكرا لوجودك معنا وشكرا للمشاهدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر